شكرا أمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يغفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم وأم لم تغذرهم لا يؤمنون ختم الله على قنوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصيرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قولوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قولوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إننا معكم وإنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طويانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك يغي الدين إياك نعبد وإياك نصعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثلهم كمثل الذي استوقت ناره فلما أضار ما حوله ذهب الله بدورهم وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يوصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكفرين يكاد البرق يخضوا بصارهم كلما أضواء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصيرهم إن الله على كل شيء قدير مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضواء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصراعق حذر الموت والله محيط بالكفرين يكاد البرق يخطفوا بصارهم كلما أضواء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء مقدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدا للكفرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت على نار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بهم تشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم 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 الحمد اللهم اللهم اهلا اهلا اللهم اهلا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضب عليهم ولا الضالين آمين إن الله لا يصحي أن يضرم مثلا ما بعوضة فما فقع فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراض الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء فسويهن ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك الأنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اللهم الحمد اللهم الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سي الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوالين آمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكفرين وقلنا يا آدم اسكنا أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكنا أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلوا الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاعون لاحين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هده فلا خوف عليهم فمن تبع هده فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النير أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبثوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين الله الحميدة الله الحميدة الله الحميدة الله الحميدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا رب الحمد لله وكبهاء وسلام على عباده الذين اصطفاء وفي مقدمتهم سيدنا ومولانا محمد المصطفاء صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اشتركوا في القناة 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 ف Further هذا من حيثastes كل شيء من التربط وقد ترب poisonous في الحمسة وقد ثم تربطيهم وقد تربطيهم في والمشكر ولكن هنا س Som kita درب نج Elizabeth نريدowych لات بنت t sid каждый نريح أن أذهب ونسأل Minnesota آخر نريح أن نتع节ه نعم حقاة ونحن ونحن مرحبا فهو عبادة ندة منق RAMADAN نريح أن نريح أن نريح الأعمال igiاناً بيحامنا خاصة من رمضان فهو عبادة في رمضان عبادة في مدى حدواننا نضيفنا نريح للحديث عبادة حدواننا حدواننا خاصة من رمضان أخبرنا أن الكثير من الأشياء التي نعتقد أننا لا يستطيع فعل. ولكن نستطيع. إذا كنا نستطيع أن نعطي الأشياء والأشياء على 30 دائماً وأن الأشياء والأشياء والأشياء كيف يمكن أن نعطي الأشياء؟ كيف يمكن أن نعطي الأشياء لنا؟ So insha'Allah we take advantage of this. May Allah make it easy for all of us. May Allah make it easy for all of us. insha'Allah this month we will be speaking of our champions. ہم نقيم الملوحات مشكلة تحضار موسيقى إذا كانت ممتلك ممتلك سيارة موسيقى لأننظروا منهاية تلك الملوحات مع العمل المبنى والسلام الأولى نريد أن نتحدث عنه سيدنا أبو بكر صديق رضي الله تعالى نريد أن نتحدث عنه بيوغربي و بعض الأشياء الأشياء نحن نتحدث عنه منه تبارك وتعالى نريد أن نتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن نتحدث عنه نتحدث عنه نتحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فقط سيدنا أبو بكر والصحابة ولكن أيضًا الناس لديهم كل ما لديهم من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دعا تدين جنة كان هو وزير من الهولى صلى الله عليه وسلم أين ترى الهولى في أولاً يمكن أن ترى سيدنا أبو بكر في أولاً كما قال الله تعالى في القرآن سيدنا أبو بكر هو صاحب ومعنى من نصر القرآن من الهولى صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر هو الذي يمتلك في أولاً ومعنى من المملكة بعد الهولى الهولى صلى الله عليه وسلم هو كذلك أتحدى أن الهولى صلى الله عليه وسلم أخذه بعد السيدق لشدتي تصديقه بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم because there is no thing that comes from the Prophet صلى الله عليه وسلم except that from the very first to second he believed it when they talk about the Isra wal-mi'raj they came to him before he saw the Holy Prophet they told him did you hear the news he said if he said so it is true before even hearing from the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم said that there is no one amongst my sahaba whom I called to Islam except that they thought about it except for for Abu Bakr فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَعْثَمْ عليه رِكْوَانُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعْلَى he did not even think for a minute whether the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم was speaking truth he knew him even before Islam he knew him they grew up together the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم was only two years and a half older than him and he will be only two years and a half you know in the grave in Barzakh in Ar-Rafiq al-Ahala before him عليه رِكْوَانُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى among the names or the titles of Sayyidina Abu Bakr he is Al-Atiq or Al-Sahib Al-Atqa Al-Uwa Dhani Yathnayni Bilqar Khalifatu Rasulillahi صلى الله عليه وآله وصحبه وَسَلَّمَ he was born in Makkah two years and a half after the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم as I mentioned it was and he died two years and a half after the Holy Prophet عليه الصلاة والسلام that was on a Monday 22nd of Jumaat al-Akhira the scholars say it corresponds to 22nd of August you know 634 after the you know birth of Sayyidina Isa عليه الصلاة والسلام and the birth was at the year of 473 meaning two years and a half after the birth his real name was Abdul Ka'bati the servant of the Ka'bah but the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم changed his name and named him after Abdullah ibn Abi Quhava his father his father's name is Abu Quhava but Abu Quhava his name was Uthman Uthman Ibn Amir Ibn Amr Al-Taymiya Al-Qurashi and his mother's name was Ummul Khair Salma Bint Al-Sakhri Ibn Amir Al-Taymiya Al-Qurashi so he is Qurashi from his Bob's eyes Radiyallahu tabaraka wa ta'ala his wives and he left us with these beautiful children Abdul Rahman and Abdullah Muhammad and Sayyidina Al-Asma and Aisha who is our mother the wife of Sayyidina Rasulullah and Ummu Kulthum Radiyallahu tabaraka wa ta'ala Sayyidina Al-Bakar who was among the wealthiest people of Quraysh but he gave all his wealth to you know to Allah tabaraka wa ta'ala his cause as Allah say they say that this ayah he is the first person to accept Islam as an adult as a free adult yes we know Sayyidina Khadija accepted Islam you know before anyone Sayyidina Ali accepted Islam the first one to accept Islam as a young man as a child because he was a child at the time the Prophet was sent but for the first adult who is free who accepted Islam is Sayyidina Rasul is Sayyidina Abu Bakar radiallahu tabaraka wa ta'ala and from that day and even before that day he never departed from the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam he witnessed all the Ghazawat from Badr to Tabuk during the time of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam and when the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sick he taught the people to pray before Sayyidina I mean behind Sayyidina Abu Bakar radiallahu wa ta'ala anhu that was an indication of appointing Sayyidina Abu Bakar radiallahu alayhi wa sallam as he became the Khalifa of the Muslims after the day the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam passed that was yawm al-ithnain the second that is Sayyidina 12th of Rabi'ul Awal but it's the second of Rabi'ul Awal the year 11 because the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam historically could not pass on the 12th of his his birth of his of Rabi'ul Awal because there is no Monday that can be that can fall on the 12th of Rabi'ul Awal of that year alayhi salatu wassalam so it's after Sayyidina Abu Bakar became the Khalifa of the Muslims there were problems falling unto him but he radiallahu alayhi wa sallam was prepared by Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that's why he brought back the people the Arab who left Islam you all hear about the Hurub al-Ridda and after he brought back all of them to Islam Sayyidina Abu Bakar expanded Islam from Jaziratul Arab to Al-Iraq to Ash-Sham you know most parts of Sham were opened during the time of Sayyidina Abu Bakar radiallahu ta'ala he never gave up gave up until he left this dunya and you know reached the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam that was as I said on the day of Monday the 22nd of Juma'da al-Akhira the year 13 after the hijrah of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and his life of course that time was the very age of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam 63 years of of age among the most famous sayings of Sayyidina Abu Bakar radiallahu ta'baraka wa ta'ala wa ummalukum ka a'malikum wa kama takoonoon yuwalla alaykum he said your employees people who are under you they're just like your actions you know if you want to have good employees or good people you know he said be good and then he said kama takoonoon yuwalla alaykum as you are you are governed sometimes we talk about our governments and we say this and that but our governments are just want some of us they're our cousins our neighbors our friends our uncles our aunts they didn't come from the sky or from the jungle they came from us kama takoonoon yuwalla alaykum and he used to say al-sururu fi thalathi khisalin al-wafa'u wa ri'ayatul huquqi wal-nuhud rinna wa'ibin he said happiness is only in three qualities al-wafa'in being you know someone who you know fulfill his promise and respecting people's rights and helping people when they are at difficulty if you are like that you deserve to be happy you are supposed to be happy you are a happy man you're just a happy person when you are like this and he said we have lack of doom of tears why because our hearts are what are hardened and hardness of heart comes from what from kathrat al-dhunub when we are sinful then our hearts become you know hard and when our hearts become hard we don't you know cry for the sake of allah or for khashat allah tabarak he also said you do never ever belittle any one of the muslims because the smallest person amongst the muslims if you see him small know that he is very great he is great in the sight of allah subhanahu wa ta'ala and then he said whoever enters his qabr without any za'ad without any provision of good guides he is like anyone who enters the sea without having a boat without having any means of transportation that can take him out of the sea and he said you are not supposed to fear death you are supposed to have death with you present in your heart and to have you will have a good life you want to have a good life make sure you have death present with you wherever you are and he said there is no good in any goodness that when it ends you know hellfire will come after any goodness that hellfire comes after it you can call it goodness but it's not but any evil that whenever it ends any any fitna any trial any problem that whenever it ends jannah will come right after it you can call it whatever but it's not problem it's 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 he wanted to see a person who you know loses a clothed or a loved one he would tell them there is no musibah greater than death but crying for it doesn't bring any benefit and he said death is you know easier than anything that comes before it and more difficult and harder than anything that comes you know before it anything that comes after death is harder than death death is easier than anything that comes after it and harder than anything that comes before it and then he said remember the loss of the holy prophet no matter how big the person you lose remember that the prophet passed after the musibah of the passing of the holy prophet there is no other musibah if you think about that and he said if you consider that if you ponder upon the loss of the holy prophet the passing of the holy prophet will become small and Allah will give you a great ajar because there is no musibah like the musibah of losing the holy prophet as say that when the prophet came to Madina you know became the most eliminated city in the world but when he passed it became the darkest city in the world because they couldn't bear the losing of Sayyidina Rasulullah whenever he gave whenever he talked about Islam he would say this is my opinion I make my ischihad if it is right it is from Allah only from Allah subhanahu when there is any mistake it is a mistake it is from me my nafs and from shaitan Allah has nothing to do with it and he was a person who would not you know spend his time talking about anything Sayyidina Umar once found Sayyidina Abu Bakr pulling his tongue from his mouth Sayyidina Umar said what are you doing may Allah forgive you he said because of this I have been into all the problems I have been in so he said and he with everything the holy prophet said about him he never you know thought himself that he was on the top that you know everything was okay he said I will never have you know from makro why he said even when I put one of my two feet in Jannah I'm not going to say now it's over now because someone could say oh Allah Abu Bakr did so and so to me and then I'm pulled out you know until you are entirely in Jannah he said don't ever have whoever can cry cry if you do not have enough to cry he said pretend you try try if you try to cry you will you know get to cry for the sake of Allah because of we know which heaven or sky can preserve me or protect me or which earth can protect me from Allah if I speak about the book of Allah from my opinion even when he spoke about from his opinion the opinion was based on knowledge that's why no one is allowed to just speak about the book of Allah but from their opinions he would say beware of lying for lying is contrary it's the opposite of iman Allah says and one of the things we want to close with is how the holy how say abu bakar loved say you know from the day the holy prophet passed until the day reached him or went to he never spoke about the holy prophet about a story you know that has to do with him and the holy prophet except that he cried before he completed the story and people would cry for the cry of that how much he loved Rasulullah and they are our fathers in that but we have also in the sahaba of the holy prophet and our best example amongst the sahaba of Sayyidina Rasul is Abu Bakar with all the tidings that the holy prophet gave him he was the most you know the person who served people the most who prayed the most who did all the actions the most relying only on the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala may Allah ta'ala be pleased with Sayyidina Abu Bakar and may we follow the footsteps of Sayyidina Abu Bakar wa ta'ala it was a little bit long we're gonna make it shorter inshallah we're not gonna spend the entire night like this so so Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alameen alrahman alrahim walik yawm al-din iya ka la'bud wa iya ka al-saheen ihdina al-siraq al-mustakim siraq al-ladhina al-a'amta alayhim ghair al-wagdum alayhim wal-a al-adhan al-adhan amin amin أتامون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسي أربعين ليلة وإذ وعدنا موسي أربعين ليلة ثم اتخذ من عجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون الله الله الحمد الله 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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوة كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطائكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله اللهم الحمد الله أكبر أعوذي الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطائكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقي موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كله ناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو عدلي بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا قذنا ملثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فالله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعرة للمتقين هم الله اخوة صلى الله عليه وسلم اخوة اخوة الله الله صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسهم ذات عرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارتها وشد قصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ومن الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون افتطمعون أحنقم أورو الزيالله اللهم رهو اللهم لگتأخير 좋다 على الأمر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد الله الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل عوض برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر أنشد أجب لهم نحن شرط نحن لاحن نحن نحن شرط اشتركوا في القناة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تمكنت وهو رب العرش العظيم الله سبحانه رب العظيم سبحانه رب العظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء فكن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطل وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى ونسألك العفاف والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل اللهم أصلح حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماط فينا حكمك عذل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ولهاب همومنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا رب جعلنا لك شكارين لك ذكارين لك مطباعين إليك مخبتين أواهين منيبين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وذبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واصل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعوذ بك من شر أصماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم نصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك كلمة الحق والدين اللهم نصر المظلومين اللهم نصر المظلومين في كل مكان وحين اللهم يسر ولا تعسر وسهلنا كل أمر عصير اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك بأنك الواحد الصحمة اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استتعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وصل الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم سمحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين